إبرة الوريد هل تفطر وعلما يقول علاج للبكتيريا في أعلى مستوياتها؟ الإبرة في الوريد إذا كانت هي للتغذية سنسمى إبرة التغذية أو إبرة الشكارة أو كذا ليتغذى منها الجسم هذه تفطر لكن إذا كانت إبرة في الوريد دواء مضاد حيوي ولا كاليسيوم وإلا أي دواء آخر فكل الإبرة في غير إبرة التغذية وغير الحقنة الشرجية كل الإبرة الأخرى كلها لا تفطر الصائم يوافئة حقنة السكر وحقنة الفيتامينات وحقنة المضاد الحيوي سواء كانت في العضل أو كانت في الوريد لا تفطر